بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس في البداية الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بفوزه بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخ وقال الرئيس أود أن أشيد بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال المرحلة البطولة وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني حيث بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه في مختلف المنافسات حتى أصبح واحدا من كبار منتخبات العالم في اللعبة وتوج منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخه وذلك بالفوز على الرأس الأخدر بنتيجة 37-25 في ختام النسخة رقم 25 التي أقيمت على أرض ووسط جماهيرة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ونجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى نهاء هذه البطولة بعد الفوز على نظيره منتخب تونس بنتيجة 29-27 واستطاع منتخب الفراعنة في إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من أسبانيا في النهائي بفارق هدف وحيد بنتيجة 28-27 الحقيقة درس رائع من مصر في كل حاجة مصر في كل حاجة الحقيقة بنشكر الجميع ناحية تنظيمية ناحية فنية رجال منتخب اليد حاجة جميلة جدا جدا بنبارك لمنتخب الجزائر أيضا النهاردة الفوز بمباراته على غينيا والتأهل أيضا لكأس العالم بفضل ومسندة الشعب المصري وكل الجمهور المصري اللي كان متواجد في الصالة كان بيشجع منتخب الجزائر ألف ألف مبروك لمنتخب الجزائر أيضا وشكرا الحقيقة للرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي عمل لنا نهضة في الرياضة حضراتكم بتشوفوا إيه اللي بيحصل في الرياضة الريس والحكومة الحقيقة عاملين شغل رائع جدا جدا فيما يحدث في مصر كلها زي ما حضراتكم شايفين استاد ومدينة الرياضية بتبنى في العاصمة الإدارية الجديدة صالت حسن مصطفى ما بقلهاش سنة تقريبا موجودة وحاجات كتيرة جدا جدا بتحصل هذه الأيام وبالتالي شكرا على هذا التنظيم الرائع وشكرا لأطلنا في كرة اليد في منتخب مصر لكرة اليد على هذا الأداء الرائع طبعا هي المباراة الفايصل دايما في بطولة أمم إفريقيا بتكون مباراتنا مع منتخب تونس مباراتنا مع منتخب تونس للحظ كانت في الدول قبل النهاية واستطاع منتخبنا الوطني أن يفوز 29-27 ويصل للمباراة النهاية طبعا كاب فيردي على الجانب الآخر لأول مرة أعتقد أو تاني مرة يصل إلى المباراة أول مرة في تاريخه يصل للمباراة النهاية وبالتالي فوز كاسح لمنتخبنا الوطني كل حاجة كانت حلوة تنظيم رائع شكرا أيضا لوزارة الشباب ورياضة دكتور أشرف صبحي على هذا التنظيم الرائع شكرا لبريزنتيشن سبورت بريزنتيشن سبورت الحقيقة المهندس السيفي الوزيري وكل القائمين على العمل أنا بقول رأس المجموعة علشان يبقى كل المجموعة قامت بعمل رائع جدا 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 الحقيقة ألف ألف مبروك تنظيم رائع وهو شغل رائع جدا خلى الاتحاد الأفريقي إن شاء الله في 2024 كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد أيضا تم إسناد تنظيمها لمصر تم إسناد تنظيمها لمصر وبالتالي شكرا للجميع الحقيقة حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة ومصر كل يوم بتثبت إنها قادرة على فعل كل شيء زي ما حضراتكم شايفين كده حاجة محترمة جدا تنظيمية ورائعة ده منتخب المصري الحقيقة وأداءه الرائع في هذه البطولة وتعويضه عن ما حدث في نهاي بطولة البحر المتوسط يعني أنا بشوف إن سبب رئيسي للرياضة هو زيادة التآلف والمحبة والموادة ما بين الشعوب العربية ألف ألف مبروك شكرا يا رئيس شكرا لسيد رئيس الوزراء السيد مصطفى مدبولي النهاردة اللي كان متواجد وأعطى لمنتخبنا الوطني كأس البطولة وشارك في مراسم حفل نهائي هذه البطولة شكرا للجميع على هذا الأداء الرائع شكرا دكتور أشرف شكرا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب بورياضة شكرا المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت